مراقب لإيه؟ الناس دائما لما أقول لها مراقبة الله ويفتكر من مراقبة الله مع معناها إيه؟ الرعب من الله الإحساس بأن ربنا بات ربنا صلى الله لا مراقبة الله أراقب مدده أتأمل في مدده وأنا فقير لا أحاول ولا قوة لا أحاول ولا قوة إلا بالله يبقى أنا مراقبتي أراقب مدده وهو ينزل بقول لابني يا حبيبي ما فيش أحلى من حب الله سبحانه وتعالى وعشان تحب ربنا لازم تبقى قريب منه تقبل عليه في كل حاجة يا ابني حتى لو تشرب كباية مية حتى لو أنت حاسس بأنك أنت صدرك ضيق حتى لو أنت حاسس أن أنت مختلف معايا حتى لو أنت حاسس أن أنت عايز تفكر بطريقة أهدى شوية ما عندك شغير مولاك فالولد يحس إيه؟ أن الحياة فيها مولاه فيحس أن فيه حاجة اسمها إيه؟ صلاة في الحياة فيحصل له خشوعه كده شبه خشوعه في الصلاة فكما أن الأعمال بالنيات يبقى صلاة الحياة بالافتقار تراقب مدد مولاك فأنت بتصلي بتكون واقف مستقبل قبلة واقف مش تشعر بأنك أنت بين يدي مولاك فإنما تخرج للمسجد بقى الكبير اعرف أنك خرجت المسجد الكبير وإنت برضو واقف بين يدين مولاك والدليل على ذلك وهو معكم أينما كنتم يبقى أنت في حضرة سيدك وأنت عارف أن أنت في حضرة مولاه وإذلك إلا حاصل لما تطلع في الحياة حضرة تسمع بقى الإحسان بقى حضرة النبي وبالك كلمة على الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك يبقى إيه يبقى لما أنت تيجي بقى تعيش بقى حياة الصلاة يبقى صلاة الحياة يبقى أنت تعرف أول حاجة أن أنت تفتقر إلى مولاك وشوف كده الآية اللي بتأكد معنا أن الله سبحانه وتعالى ماذا إيه اللي حاصل شاهد ورقيب إيه اللي حاصل وما تكون في شأن وما تتلع منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إيه ده يعني إيه يعني تحس أن أنت ممدود زي ما بتعبد ربنا كأنك ترى هم سألوني كيف أعبد الله كأنني أرى قال أنت تيقن أنه يراك أنت تيقن أنه إيه يراك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه أن أنت وبتعيش في حياتك أي عمل بتعمله الله شاهد له أن تعبد الله كأنك تراه أن تصلي صلاة الحياة وربك شاهد على حياتك ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا الميزان العملي المراقبة فقال إيه اللي حاصل وهو بيعلمنا حاجة مهمة كدا ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت وكأني إيه اللي حاصل وكأني كرهت أن يراه الناس في الحياة إيه اللي حاصل لا تفعله إذا خلوت يعني كأنه بيعلمك إيه بيعلمك صلاة الحياة وكأنك وإنت بتتعامل مع الناس مطلوب منك أيضا أن تراقب الله فإيه اللي حاصل فتكون مفتقر إلى الله يعني إيه حاسس أن أنت عبد والله معك على الدوام فتقدرش تنفس بنفس ولا تعمل حاجة إلا وإنت كده الحاجة التانية من أركان الصلاة قراءة الفاتح مش كده فأنت في كل وقت أنت مفتقر في صلاة الحياة مفتقر إلى الله طب تانية حاجة أنت بتقرأ الفاتح آه وإنت في الحياة كلها لازم تقرأ الفاتح يا مولانا معلش واحدة واحدة علينا يعني أنا داخل الشغل آرى الفتحة هل تقولوا لا أنا لو شربتي دلوقتي قبل ما شرب قلت إيه بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما بدخل بيتي بقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما بدخل عملي بقول بيه بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح بسم الله الرحمن الرحيم ذكر دائما في الحياة فكما أقرأ الفاتحة في الصلاة أذكر الله في الحياة فيكون ذكر الله في الحياة ككراءة الفاتحة في الصلاة إزاي يعني؟ شكرا شكرا